هل نجحنا في تطهير المناطق طبعا طبعا نجحنا قرية المقاطعة اللي كانت العاصمة في شمال سينة انتهت للإرهاب ودلوقتي بلعة والمطالة والحسينات أنا لسه ببارع كنت على اتصال باللوم محمد ربيع قال الموضوع كله انتهى اللي فضلوا فيها ردلين ومرأة اللي فضلوا فيها ردلين ومرأة بس وبعد كده خلاص هنعلن ان رفع والشخزويد والمقاطعة دي انتهت خالص وبعد كده هننتجل على المغارة بعد كده قال انا هأخذ الشباب دي معايا وننتجل على المغارة لما قال انا هنتجل على المغارة قلت له يا سيادة القائد وانا هنتجل معاك على المغارة قال لي لا يا شيخ انت لا انت شيخ عمرك 80 سنة ازاي تنتجل معايا المغارة قلت له انا عايز اختمها يا باشر خليني استشهدناك خليني موت انا قال لي لا انت لا انت تخليك انا طب احكيلي عن وضع اهلنا في سيناء بعد ما اضطحر السيناء الآن طول عمر سيناء بتشتيكي من التنمية نعم طول عمر سيناء المواطن السينوي كان بيقول دايما ان انا بو عامل كانني مصري من الدرجة التانية وكنا بنسمع الكلام دي الحية انا عايز اعرف الصورة الآن شكلها ازاي لا الصورة دلوقتي دلوقتي في العصر في عصر السيسي الصورة دي مش موجودة نعم خالص شوف كيف كفاية ان السيد الرئيس عبد الفتاعة السيسي اعلن السماع اللي ابناء سيناء بدخول الشرطة ودخول كل الحربية ودخول القضاء ودخول النيابة اعلان ده شيء كانوا اهل سيناء محرومين منه مم ولكن بعد هذا الحديث ان احنا لمسنا العدالة لمسنا العدالة الانسانية العدالة الوطنية مم ما بين المواطنين عموما مم مثل لا مثل اي واحد مثل لا مثل اي واحد في مصر ما اصبحش فيه فيه تفرجة ما اصبحش فيه عزلة ما اصبحش فيه حاجة الموضوع ده انته زمان فلذلك ابناء سيناء الان في حال العودة بتنقصهم المياه والكهرباء مم وهم قالوني وحملوني امانة مم قالوا احنا عايزين الكهرباء الكهرباء مم نمر واحد مم اللي محروم منها بعض القرى اه نمر اثنين مثلا الايواقات مم ان تصرف تعوضاتنا مم يصرف وينهم تعوضاتهم حتى كل واحد يقدر يبني له قوضتين وصالة يقعد فيهم تعوضاتهم تنصرف هم هم دلوقتي التعوضات مقفول عليها انا مش عارف لي هي ماينفعت كذا ابدا فلذلك الموضوع في الحال دي قالوا في حالة صرف تعوضاتنا ونبلينا مساكن وايواقات وتيج الكهرباء السيد الرئيس ياخذ علينا عهد سنة واحدة في السنة سنبقي سينة خضراء مثلها مثل اول بجهودنا الزاتية ان شاء الله بجهودنا الزاتية لما نخليش الدولة تخسر ما ليه معاد بس تنبقى يبلينا الكهرباء وينصرف تعوضاتنا حتى نبني لنا عواقات دي خلينا نسألك عن التنمية في السنة عن الأنفاء عن الحاجات اللي بتخسر في السنة ما شاء الله ما شاء الله الأنفاء دي معجزة يا اخي مصر نعم والله معجزة صعية والله أنا اللي لمني دخلت منها أول مرة قلت سبحان الله أنفاق على مستوع نعم وأنفاق دي دلوقتي ما فيش قطيعة ما بين مصر و سينة زي أول مفيش صاروا مفتحين على بعض خلاص انتهت القطيعة ها القطيعة كان أيام الكبري كبر السلام بنقول الكبري دي اللي ينضرب صارت قطيعة ولكن الأنفاء دي دلوقتي ما فيش قطيعة ما بين بصر و سينة والتنمية هناك ما شاء الله عليها مثلا حفر الأبار في منطقة الوسط و زراعة الزتون و إنشاء القرى و كل واحد خمس فلسدين مطروح مطروح له كل واحد خمس فلسدين نعم هو نعم و كل واحد بيت نعم يستلموا نعم و المزارع السمكية نعم ها و الشباب يعني ما للمشكلين يعني يبيدوا كل أربع شباب خمسة بيخذوا لهم حود سمكي شركة مع بعض نعم و القوات المسلحة بتجيب ليهم الزريعة نعم وترميليهم نعم و هم بيشتغلوا و يعيشوا نعم و لمنهم بيحصدوا السمك بيجيب ليهم عاد كويس نعم و عاد جيد نعم صراحة يعني صحية نعم ها فلذلك يعني التنمية عندنا برضا وهو قال كلمة غير مسبوقة نعم السيدة الرئيسة عبد الفتاسي غير مسبوقة نهي نعم قال ان انا واضع خط لتنمية سينة باربعمية و سبعة واربعين مليار لتنمية سينة موسيقى